أعزائي الطلبة والطالبات تخصص زخرفة وعلان أهلا بكم في بيتنا مدرسة النهاردة إن شاء الله للصف الثالث هنتناول كيفية تنفيذ الرسومات والزخارف على الجدران باستخدام ألوان التمرة وكذلك هنحاول إن احنا برضو نتعرف على كيفية تنفيذ الرسومات والألوان على أسطح مطبق عليها الملاط اللي يعرف بالإفريسك اللي هو الإفريسك الطازق إن شاء الله الأول هنتعرف على كيفية تنفيذ الرسومات والزخارف بألوان التمرة أول حاجة إيه هي ألوان التمرة؟ أول حاجة إيه هي ألوان التمرة؟ ألوان التمرة هي عبارة عن مجموعة من المصاحيق إما شفافة أو نصف شفافة أو غير شفافة هذه الألوان بيتم استخدامها على الأسطح بإضافة وصائط مختلفة إيه هي الوسائط المختلفة دي؟ الوسائط اللي هي تعتبر المادة المثبتة اللي بتقوم على عملية تثبيت الألوان على الجدران أو على الرسومات طيب إيه هي الوسائط دي مثلا؟ أو لو تناولنا أنواعها هنجد مثلا في وسيط الغراء في وسيط سمغ في وسيط اللبن في وسيط الحنطة اللي هي يعتبر اللي معروف باسم القمح اللي هو القمح طبعا كل دي وسائط أو مواد إحنا بنستخدمها في عملية إعداد وتجهيز ألوان التمرة طيب أما نيجي نتكلم بقى إزاي إحنا بننفذ الرسومات على الأسطح بألوان التمرة بداية أول حاجة لابد إن إحنا نتعرف عن على السطح اللي إحنا هننفذ عليه ألوان التمرة إيه هي مواصفاته؟ إيه اللي المفروض يتوفر في السطح؟ إيه اللي المفروض يتوفر في السطح؟ طيب نبدأ نشوف مع بعضينا كده إيه اللي يبقى المفروض متوفر في السطح؟ الأول بيقول لي ألوان التمرة ألوان مصحوقة غير شفافة لها القدرة على تغطية الأسطح التي تنفذ عليها بتخلط هذه المصاحق بوسيط لاصق زي ما قلنا كالسمغ العربي أو المواد الغروية زي غراء مثلا الأرنب أو زلال البيت أو صفار البيت طيب بنقول بقى لضمان خلو الجدران من الأملاح ومن الرطوبة جراعى الآتي يعني إيه خلو الجدران من الأملاح والرطوبة؟ طبعا إحنا عارفين أن الأملاح بأنواعها المختلفة اللي تبقى متوفرة أو موجودة في الجدران نتيجة مواد البناء وكذلك الرطوبة اللي هي المية الاتنين دول بنجد أنهم بيأثروا على الألوان بصفة عامة وبصفة خاصة بيأثروا طبعا على ألوان التمرة بيأثروا على ألوان التمرة سواء الألوان ممكن تجير سواء الألوان تزال من على السطح طيب يبقى فيه شروط أو فيه نقاط لابد أنها تتوفر في السطح اللي أنا هنفذ عليه ألوان التمرة طيب أول حاجة بيقول لي إيه؟ إبعاد السطح المراد تطبيق ألوان التمرة عليه؟ عن مصادر المياه والأملاح يعني إيه الكلام ده؟ يعني الجدر أو الحائط اللي أنا هنفذ عليه رسومات وزخارف ويتم تلونها بألوان التمرة لابد أنه هو يكون بعيد عن مصدر المياه يعني ما يكونش مثلا قريب من دورة مياه ما يكونش قريب من مطبخ ما يكونش قريب من أي مكان به مصدر للمياه ليه؟ لأن المياه دي هتأثر على الجدار وبالتالي عند تأثر الجدار هيؤثر على طبقة المونة بتاعت السطح وبالتالي هتأثر على الألوان اللي إحنا ملونين بيها الرسومات طيب في عدة الشروط يبقى قلنا أول حاجة بداية لابد أن أنا أبعد السطح المراد تطبيق عليه الألوان التمرة؟ عن مصدر المياه ومصدر الرطوبة النقطة التانية عزل الجدار المرسوم عن مصادر المياه طيب قدر دلوقتي الجدار اللي أنا هنفذ عليه الشغل بتاعي قريب منه مصدر مياه يبقى لابد من حماية السطح حمايته في البداية حماية السطح إيه في البداية؟ يبقى بعمل إيه؟ طبعا عند بناء الجدار وبعد بناءه يتم تجهيز المونة اللي هي معروفة بمونة المحارة بضيف عليها مواد عازلة بضيف عليها مواد عازلة هذه المواد العازلة إما عبارة عن مجموعة من المصاحيق زي السيليكا أو عبارة عن محليل ببدأ أضيفها للمونة بتاعتنا وابدأ إيه؟ أجهز المونة وابدأ أمحر السطح فيقي السطح من الرطوبة طب أقدر أنا ما عنديش السيليكا وما عنديش المادة دي بضطر أعمل إيه؟ على الطوب بدي مادة عازلة اللي هو معروف باسم البيتومين بدي بيتومين وبعد كده بدي ترتشة على السطح وبعد الترتشة اللي بديها على السطح وترتشة طبعا بمونة عبارة عن الأسمنت ورملة وقليل من الجير وابدأ بعمله في قوام سائل وابدأ أترتش السطح به وعند تجمد وتصلب هذه الترتشة بدي طبقة إيه؟ المحارة بتاعته طيب يبقى أنا في الحالة دي إما استخدمت السيليكا وضفتها على المونة ومحرت أو أننا بدي على طبقة الطوب طبقة عازلة اللي هي معروفة بالبيتومين طيب لو وجده أن مازال السطح فيه تسريب للمياه يعني السطح فيه تسريب للمياه نعمل إيه؟ بنبدأ نثبت في الجدر مجموعة من المواسير الفخارية هذه المواسير الفخارية بتبقى بها ثقوب من أعلى على أبعاد متساوية قد تكون مثلاً بين الثقب والتاني في حدود مثلاً ثلاثة سنتي أو أربعة سنتي من أعلى ومن أسفل هذه السقوب طيب وفي نفس الوقت بتثبت هذه المواسير من أعلى ومن أسفل بين كل مصورة وأخرى مسافة لا تقل أو لا تزيد عن خمسين سنتي طيب في نفس الوقت هذه المواسير إما بتثبت رأسياً أو أفقياً وفي الغالب بنسبتها أفقياً طيب المواسير دي بتتثبت إزاي؟ هل أنا بحطها على الطوب مباشرةً أو بحطها على المحارة؟ إزاي أنا بثبت المجموعة المواسير دي؟ بيتم طبعاً التكسير في الجدار في الطوب وفي عبارة عن التكسير ده عبارة عن حفرة ذات عمق يتناسب مع المواسير ومبدأ أثبت المواسير دي بحيث يكون السقوب اللي من أعلى ومن أسفل مفيش حاجة أي مفيش أي حاجة من المونة هتسد هذه السقوب وببدأ أقفل على المواسير دي ودي طبقة المحارة بتاعتنا طيب المواسير دي بتعمل إيه؟ إزاي ما إحنا عارفين يا جماعة؟ أن الفخار بيمتص الرطوبة أو بيمتص المية طيب والكلام ده المواسير دي موجودة فين؟ في الطوب يعني الرطوبة في الحالة دي مش هتأثر على طبقة المحارة اللي هتبقى فيما بعد على الإيه؟ الجدار يبقى في الحالة دي اي رطوبة بتيجي بتنفذ من خلال مجموعة المواسير من المصورة الأولى للتانية من خلال السقوب طبعاً اللي من أعلى ومن أسفل حتى تتسرب المياه وتتبخر وفي نفس الوقت المية ما بتأثرش على السطح الخارجي لللوحة اللي هي المحارة والزخارف وبالتالي الملونة بألوان الطبرة طيب يبقى إحنا كده عرفنا إزاي إحنا إزاي إحنا بنحمي الجدران من الرطوبة ومن الأملاع فبيقول لي برضو نعيدها تاني بيقول لي إذا تعذر عملية التنكيس يعمل فتحات أسفل الجدار بها مواسير مخرمة اللي هي مفقوبة من الفخار على مسافات متبعدة تصل إلى منتصف الجدار لتخرج إيه؟ الرطوبة من الداخل ولا تتسرب للسطح طيب يبقى إحنا كده عرفنا إن إحنا لإما بنستخدم مادة عزلة لإما بنبعد إر رسومات بتاعتنا أو الجدار اللي أنا هنفذ عليه الشغل بتاعي عن أي مصدر رطوبة أو إن أنا بسبت مجموعة من المواسير الفخارية على أبعاد متساوية حتى يتم تسريب الرطوبة بداخل هذه المواسير بعيد أصلاً عن السطح الخارجي اللي هي طبقة المحارة وكذلك الطبقة المنفذ عليها الرسومات اللي هي متلونة بألوان الطمرة طيب بجانب كده برضو أنا علشان أتأكد إن السطح خالي من أي حاجة بحاول بقدر الإمكان إن أنا أغسل الجدار أكتر من مرة بحيث لو في أملاح بتبدأت إيه؟ تنزل من على السطح وتزال الأتربة اللي موجودة على السطح في البداية قبل تطبيق أي طبقة من المحارة أو طبقة الجبس بتاعنا اللي هي بتعرف بطبقة المصيص طيب يبقى أنا في الحالة دي ممكن أغسل الجدار وأغسل الأدوات اللي أنا هشتغل بها كمان الأدوات اللي أنا هشتغل بها عشان أتأكد إنها خالية من أي أتربة أو أملاح ممكن قد تؤثر على الألوان فيما بعد طيب إحنا عندنا بقى بيقولي تحضير الأسطح المختلفة للتمرة يعني إيه تحضير الأسطح المختلفة للتمرة أنا عندي ممكن يكون فيه مجموعة من الزخارف والرسومات منفزة على لوحات سابقة يعني قديمة وملونة بألوان التمرة يبقى أنا عاوز أنفز لوحات جديدة على هذه اللوحة يبقى في الحالة دي ببدأ أزيل الزخارف والرسومات من على السطح لتنفيذ إيه مرحلة جديدة لتطبيق الألوان يبقى أنا عندي جدران جديدة وعندي جدران قديمة طيب الجدران القديمة بعمل فيها إيه؟ أول حاجة بنقول ترش حتى تالين طبقة الايه؟ الطبقة المنفز عليها الألوان يبقى تاني الجدران القديمة إزالة الزخارف والرسومات القديمة لتطبيق الجديد يبقى أول حاجة يرش السطح بالماء حتى تالين الطبقة المنفز عليها الرسومات دي واحد اتنين تقشط بواسطة سكاكين تشبه سكاكين المعجون طب إيه اللي بتقشط؟ بتقشط طبقة الألوان والطبقة المنفز عليها السطح الأرسومات الطبقة دي إيه يا جماعة؟ الطبقة دي اللي هي طبقة تشبه أو قد تكون مصيص قد تكون إيه مصيص؟ إذن دي طبقة لينة طبقة إيه لينة؟ ومن السهولة إنها تنتص الألوان من السهولة إنها تنتص لايه؟ الألوان يبقى أول حاجة أنا بشيل برش السطح بالماء حتى تالين الطبقة بعد كده يخشط بواسطة السكين بعد كده يخصل بالماء الجاري السطح بالكامل يخصل بالماء الجاري طيب يا جماعة السطح في الحالة دي هيبقى على طبقة إيه؟ على طبقة المحارة على طبقة إيه؟ المحارة يبقى الطبقة اللي أنا نفست عليها الرسومات بتاعتي بألوان التمرة اللي هي طبقة المصيص وفي الغالب بتكون بيضاء وطبقة لينة طبقة إيه لينة؟ يعني من السهل إنها تنتص السوائل اللي هي موجودة سواء كانت هتبقى في الألوان أو في أي طبقة بطانة أنا ببدأ أطبقها على السطح طيب ده بالنسبة للأسطح القديمة طيب بالنسبة للأسطح الجديدة طيب نشوف كده بالنسبة للأسطح القديمة تاني ترشي الجدران المنفذ عليها دهان التمرة أو الجير بالماء حتى تلين طيب وبعد كده تقشط بسكين المعجون ثم تغسل بالماء ويترك السطح للإيه؟ للجفاف طيب بعد كده بيتم تخشين السطح بواسطة ما يعرف بحاجة اسمها المنجفرة أو من الممكن أن أنا بجيب قطع من صفيحة منشار أو فرشة سيلت وببدأ أكحت في السطح علشان أخشنه علشان أما جي تقدي الطبقة البطانة بتاعتي اللي هي طبقة الجبس اللي هي طبقة المصيص تبدأ تمسك في طبقة الإيه؟ المحارة طيب كده بالنسبة للقديمة طيب بالنسبة للجديدة بقى الجديدة يا جماعة يعني على طبقة الطوب يعني ما خدتش حاجة قبل كده يبقى ببدأ أجهز لها زي ما قلت من شوية طبقة تعرف بالطرتشة طبقة تعرف بالطرتشة الطبقة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مونة من الجير الممزوج بالرمل وهذه الكمية عبارة عن واحد جير مضاف عليها أربعة من الرمل يعني إيه واحد جير مضاف عليها أربعة؟ يعني لو قلنا مثلا كيلو جير بنضيف عليه في حدود أربعة كيلو رمل طيب بجانب كده بيخلط المزيج ده بالمية يخلط المزيج بالمية طب وبعد ما يخلط بالمية بضيف له أسمنت اللي هو الأسمنت اللي احنا متعرف عليه الأسمنت الأسود للتقوية يعني إيه؟ لتقوية المكونات دي على السطح بكون المزيج بتاعنا وبيكون في قوام سائل يعني مش غليظ وببدأ أعمل عملية ترتشة للسطح طيب السطح في الحالة دي إيه؟ طوب وبعمله عملية الترتشة طبعا إحنا عارفين الأول المراحل اللي اتعاملت قبل كده اللي هي حماية السطح سواءها كان هيبقى واخد مادة عزلة أو متسبت بيه المواسير الفخرية ببدأ قد الترتشة فوق سواء الطبقة العزلة أو المواسير الفخرية وبعد كده بسيب الترتشة حتى تجف في حدود 48 ساعة بعد جفاف طبقة الترتشة بتعمل لي زي رؤوس دبابيس على سطح الجدار ببدأ أجهز مزيج آخر من المكونات السابقة ولكن غاليزة القوام ولكن إيه؟ غاليزة القوام طيب هذه المواد ببدأ أضيفها علشان أدي طبقة المحارة علشان أدي طبقة إيه؟ المحارة طبقة المحارة بتاعتنا عبارة عن نفس المكونات لهو جير ورملة وأسمنت للتقوية وبدي طبقة وبسيبها لغاية ما تجف وبعد جفاف هذه الطبقة بترشب المياه ويز جدا علشان أتأكد إن لو في أملاح على السطح في المكونات السابقة ديه بتبدأ تنزل من على السطح بعد كده بأبدأ أجهز المكونات بتاعتي بتاعة الطبقة اللي أنا هنفذ عليها ألوان الطمرة طيب إيه هي الطبقة دي؟ الطبقة هو عبارة عن الجبس بجيبه وبنقعه بجيبه إيه؟ ونقعه طيب نشوف مع بعضينا كده المراحل بالترتيب بيقول لي يُعطى طبقة يعني السطح بيُعطى طبقة من الجبس الجيد لا يزيد سمكها عن واحد سنتي حتى لا تتشقق أو تتساقط ولا يكشت الجدار حتى لا يفقد الحبيبات المكونة لسطحه مع ملاحظة أن تترك طبقة البياض لتجف يبقى أنا بعد ما بديت طبقة الجبس بأترك السطح لغاية ما يجف طيب وبعد كده بدي طبقة أخرى من المواد الصبقة ديت اللي هي طبقة الجبس يحضر تحضير السطح بقى علشان هرسم عليه علشان هرسم عليه يحضر السطح بطبقة من الجبس أو أحد القواعد البيضاء تنقع هذه الكمية من القاعدة البيضاء سواء كان الجبس أو أي قاعدة أخرى حتى تنقع فيه الماء حتى تفقد درجة الحرارة الكامنة بداخلها ثم يصف المزيد ثم إيه يصف المزيد طيب بيبقى أنا كده جهست إيه الجبس بتاعي أو القاعدة البيضاء طيب وبعد كده بعمل إيه بجيب الغراء وينقع فيه الماء وينقع فيه الماء إما ينقع فيه ماء بارد وتعمله حمام مائي تمام أو ينقع فيه ماء ساخن أو بارد وينقع لمدة مثلا يوم كامل حتى يزوب في الماء لغاية ما يزوب إيه في الماء طيب وبعد كده بعمل إيه بجيب الغراء بتاعي المنصهر أو المزاب في الماء وأضيف عليه الجبس أو القاعدة البيضاء وببدأ أعمل إيه المزيد ده بدهن السطح بدهن إيه السطح طيب أنا بدهن السطح ليه؟ أنا بدهن السطح اللي هو واخد طبقة مصيص علشان يسهل عملية امتصاص السوائل اللي موجودة في اللون فيما بعد عشان يسهل عملية امتصاص السوائل اللي موجودة في اللون فيما بعد طيب نشوف بعد كده بيقول لي إيه بقى إعداد القواعد والألوان إعداد القواعد والألوان طيب دلوقتي أنا جهزت الصقح بتاعي هجهز الألوان اللي أنا هلون بيها طيب في حاجة لسه ما جهزتش آه اللي هي الرسومات التصميم بتاعي هبدأ أجهزه طيب بعمل إيه بقى في التصميم أول حاجة بجيب التصميم وبكون مصممه بمقياس رسم مناسب اللي هو مصغر زي ورقة السكتش وبيتم تلوينه بألوان جواش وبلونه بألوان جواش الألوان اللي أنا هطبقها ونفزها على الجدار طيب وفي نفس الوقت بعمل إيه بكبر الرسم اللي أنا عملها على ورقة السكتش يتم تكبرها بمقياس حقيقي أو بالمقاس الطبيعي للجدار طيب بعد ما كبرتها بيتم ترابها أو تبغشها يعني بتتكبر على ورق شفاف ويتم تبغشها عبارة عن تحديد الرسومات بواسطة مجموعة من الدبابيس عشان تديني السقوب في الرسمة في التحديد بتاعها وبعد كده ببدأ أمسك الرسمة بالكامل وسبتها على الجدار بعد ما أجيب خط المنتصف رأسي وأفقي وبعد ما بسبتها بجيب أتراب الأكسيد بتاعي سواء كان بني أو أصفر وببدأ أتراب السطح أو الزخرفة بتاعتي على الجدار وفي الغالب لو في كربون من الممكن أن أنا أطبع الرسمة بتاعتي بواسطة الكربون علشان أتأكد أن الرسمة تكون ظهرة طيب كده يبقى أنا جهزت الرسمة بتاعتي سواء كانت اللي سكتش اللي هو المكت اللي أنا هاخد منه الألوان في نفس الوقت طبعت الرسمة على الجدار وفي نفس الوقت أنا جهزت الجدار بتاعي لكن في حاجة لسه ما جهزت الألوان اللي أنا هشتغل بيها الألوان اللي أنا هشتغل بيها اللي هي تعتبر أو بنقول عليها فيما بعد ألوان التنبرة طيب أنا علشان أجهز ألوان التنبرة إحنا قلنا أن ألوان التنبرة عبارة عن إيه؟ مادتين القاعدة اللي هي المصحوق اللي هي اللون والوسيط اللي هي المادة اللسقة اللي بتسبت اللون على السطح طيب احنا بقى عاوزين نجهز اللون طيب اللون عبارة عن مصحيق بودرة هذه المصحيق ما بتكونش مصحيق ناعمة جدا يبقى لابد من التأكد من طحنها طحنا جيدا يعني تصحن علشان تأكد انها بقت بودرة نعمة جدا طيب بعد ما اتطحنت سواء كانت الأكاسيد بيضاء أو أكاسيد لونية بتنقع في المية بتتنقع فين في المية بنقعها في المية بعد ما بنقعها في المية بسيبها حتى تتشبع بالماء والشوائب بتطلع على السطح اذا كان فيه اي شوائب بتطفو على السطح الابوة اللي انا بحضر فيها اللون ونخلي بالنا طبعا انا نما بحضر اللون مش بحضر الألوان كلها في وعاء واحد لا ده انا عندي الأحمر والأصفر والأزرق مجموعة الألوان كلها كل لون بيتم تحضيره في وعاء خاص بيه تمام؟ بعد ما بحضرت الألوان بتاعتي وبحاول بقية الإمكان ان انا ما بحضر بحضر مجموعة الألوان اللي هي موجودة في التصميم اللي هي موجودة في الايه؟ في التصميم ايوة اللي هو الورقة السكتش اللي انا عاملها الكروكي السغيرة اللي هي ملون بيها التصميم مصغر طيب بعد كده ببدأ اعمل ايه؟ انا نقعت المصحيق اللونية حتى تشبعت بالماء بصف فيها فبجد عندي مجموعة الألوان تشبه أو عملة لعاجينة تشبه القشطة تشبه ايه؟ نعمة جدا نعمة جدا وفي نفس الوقت قوامها غليز ليه؟ لاننا صفيت المية اللي موجودة فيها صفيت المية اللي موجودة فيها طيب يبقى انا كده انا جهزت عندي القواعد والألوان طيب في ايه تاني بعد كده؟ بعد ما انا جهزت الألوان بتاعتي ببدأ اجهز الوسيط ببدأ اجهز الايه؟ الوسيط ايه هو الوسيط ده بقى؟ ايه هو الوسيط؟ الوسيط بتاعي اللي هو المادة اللسقة اللي هو المادة اللسقة طيب نستكمل كده بيقول لإعداد التصميم والرسومات يحضر التصميم المطلوب على ورق طبعا ويلون كنموذج زي ما قلنا بعد كده يتكبر بالمقياس الطبيعي ثم يترب بعد عملية التبغيش على السطح المطلوب الرسم عليه فيكون أيوة معبدا للتلوين بألوان الطمبرة تطبيق بقى ألوان الطمبرة أنا طبعت طبعا الرسمة وقبل ما اضع الرسمة أنا طبعا أنا كنت مجهز لإيه مجهز الألوان بتاعتي وكنت مجهز السطح التاعي طيب أنا علشان أقوم ألون بتاع السطح أو الزخارج بتاعتي بألوان الطمبرة ببدأ أعمل إيه طبعا إحنا هنتكلم على الألوان مضف فيها الوسيط اللاصق طيب إيه هي بقى أنا هنفذ إزاي أو هلون أنا إزاي طبعا علشان أجي ألون يا جماعة لازم أراعي نقطة أنا عندي المساحة الزخارف والرسمات حجمها كبير طبعا فمش هينفع إن أنا أبدأ أشتغل في المجموعة مجموعة الزخارف كلها مرة واحدة لا أنا ببدأ أعمل إيه بعمل عملية تأسيم وهمي يعني إيه تأسيم وهمي يعني بتخيل إن مثلا إن اللوحة مقسومة أربع قطع الأربع قطع يعني أفقي ورأسي وباعتبر الجزء اليمين هي لوحة لوحدها وببدأ أحدد مجموعة الألوان اللي فيها وببدأ بعملية التلوين طيب أنا علشان ألون أنا علشان ألون أبدأ ألون بإيه يا جماعة نركز في الجزئية دي عملية تلوين ألوان الطنبرة يتم تلوين الألوان القاتمة أولا الألوان الإيه؟ القاتمة أولا يبقى ألوان الطنبرة بيتم تنفذها على الزخارف ورسومات أولا الألوان القاتمة يعني الألوان الغمقة طيب وبعد كده الألوان الفتحة طيب كيف يتم التطبيق؟ بيتم تحضير اللون مع الوسيط ثم نعمل على عملية التلوين أبارة عن سلاس طبقات سلاس طبقات شمعنا سلاس طبقات ما هلما لو زادوا عن كده الألوان بتشقق على السطح وممكن تؤشر وتبقى سميكة وتأثر على الزخارف فيما بعد طيب كويس طيب أنت بتعمل إيه؟ بند أولا اللون إحنا عندنا مثلا اللون لو قلنا مثلا اللون الأحمر وإحنا في البداية قلنا أن السطح بيمتص الإيه؟ بيمتص السوائل طيب أنا بحضر مثلا اللون الأحمر عند تحضيري للون الأحمر وهدي ثلاث طبقات يبقى بحاول أني بدي الطبقة الأولى والطبقة التانية حاجة اسمها نصف تون إيه نصف تون؟ يعني جزء من الدرجة اللونية جزء من الدرجة اللونية يعني إيه جزء من الدرجة اللونية جماعة؟ يعني مثلا أنا هدي أحمر صارخ يعني أحمر قوي يبقى قدي الدرجة الفتحة منه قدي الدرجة الفتحة منه طبقتين اتنين طيب إيه اللي بيحصل؟ السطح بيبدأ يمتص السوائل وطبقى طبقة من اللون على السطح أو مدى الطبقة التانية بالتالي السطح تشرب والزيادة بتبقى على السطح من الخارج طيب بدي الطبقة الثالثة يبين اللون النهائي اللي المفروض يكون ظاهر في التصميم طيب ببدأ ألون اللوحة بالشكل ده وزي ما قلنا إن احنا بنقسمها وبعض ما بنتهي من اللوحة الأولى اللي أنا محددها ببدأ أركز في اللوحة التالية ليه؟ لأن ما ينفعش إن أنا أعمل مجموعة الألوان بتاعتنا يا جماعة وبعد ما جهز مجموعة الألوان أبدأ أشتغل في اللوحة بالكامل فالألوان تتلف لأنها ممكن تتلف من عملية التخزين يبقى أنا بعمل إيه؟ بجهز الألوان مباشرة قبل العمل يعني هشتغل باللون الأحمر ببدأ أضيف عليه الوسيط والمدة التي تكسبه المرونة أو المانعة للعفونة بضيف المواد بتاعتنا دي وببدأ إيه؟ ألون انتهيت من اللون الأحمر ببدأ أركز في اللون اليلي فالليلي لغاية ما أنتهي من الجزئية اللي أنا حددتها لوحة وانتقل للجزئية الأخرى كده يبقى أنا عرفت كيفية تلويني أو تطبيق ألوان التنبرة على السطح طيب نقرأ الجزئية دي كده بيقول لي إيه؟ تطبيق ألوان التنبرة على الرسوم يدهن الرسومات والزخارف بطبقة لونية نصف تون تلون المساحات الغامقة أولا يعني القاتمة أولا ثم الألوان الفتحة بعد كده أبدأ أشتغل بالألوان الفتحة إذا كانت الرسوم بها ظل ونور آه يعني لو الرسومات فيها ظل ونور بنعمل إيه؟ يراعى التالي يراعى التالي تلون نصف تون الأجزاء التي تقع في الظل الأجزاء اللي موجودة في الظل طبعا هتكون غمقة طبعا هتكون إيه؟ غمقة فلازم أديها درجة نصف تون أديها درجة إيه؟ نصف تون ثم الأماكن اللي هي فيها نور برضو هتاخد درجة نصف تون أفتح درجة إيه؟ أفتح بس بعد ما بنتهي من أماكن الظل اللي هي القاتمة أو الغمقة طيب بعد كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي ملحوظة إذا زادت نسبة الغراء دا لو إحنا بنتكلم على إنها تنبرة الغراء تنبرة الغراء لا تفي العموم يا جماعة لو الوسيط نسبته زادت الألوان بتغمق الوسيط لو نسبته زادت الألوان بتغمق طيب قلت اللون فاتح اللون بيكون إيه؟ فاتح إذا زادت نسبة الغراء ظهرت الألوان إيه؟ قاتمة وإذا قلت نسبته زهرت الألوان فاتحة يبقى إحنا بنتكلم في العموم لو أنا زودت نسبة الغراء أو الوسيط اللي أنا ضيفه اللون بيغمق قلت اللون بيفتح طيب نبدأ نتعرف على أنواع التنبرة أي أنواع التنبرة دي؟ اللي هي الألوان اللي إحنا بنستخدمها ما إحنا قلنا في البداية إن في وصائط بنضفها على المصاحيق اللي هي بتستخدم في عملية التلوين وبتعرف هذه الألوان بألوان التنبرة وكذلك التنبرة بتقسم لأنواع يطلق عليها اسم الوسيط اللي مضاف عليها يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن نقول تنبرة الإيه؟ السمغ يبقى الوسيط السمغ ممكن نقول تنبرة الغراء تنبرة اللبن تنبرة صفار البيت لأن تنبرة صفار البيت غير تنبرة بياض البيت تمام؟ تنبرة الحنطة كل دي أنواع من ألوان التنبرة يطلق عليها اسم الوسيط المضاف في إعدادها الوسيط المضاف في إعدادها طيب نبدأ نشوف أول نوع من أنواع التنبرة اللي إحنا قلنا عليه تنبرة الإيه؟ السمغ تنبرة السمغ بنعمل إيه؟ قالك بتجيب السمغ وتبدأ تنقعه في مية وبعد ما بتنقعه في الماء بتسيبه حتى يزوب وبعد كده بتجهز حمام مائي حمام مائي سخن وتضع فيه الوعاء اللي فيه السمغ عشان تتأكد من انصهار كتل السمغ اللي موجودة طيب بعد ما أنا سيحت السمغ بدأ أعمل إيه؟ بجيب اللون بتاعي وطبعا زي ما قلنا اللي إحنا جاهزناه اللي في قوام القشطة أيا كان اللون بتاعنا بقى أحمر أخضر أصفر ببدأ أجيبه وأضيفه على كمية السمغ بتاعتي اللي أنا هشتغل بيها والكلام ده بيتم إمتى؟ أيوة قبل العمل مباشرة يعني وأنا بجهز طيب بجيب السمغ بتاعي وبجيب اللون بتاعي وبكون مجهز البلتة ووضع الاتنين مع بعضيهم وقلبهم كويس جدا وببدأ أضيف مادة عشان تمنع العفونة مادة عشان تمنع إيه؟ العفونة إيه هي المادة دي يا جماعة؟ المادة دي في الغالب بتكون الشابة الغالب بتكون إيه؟ الشابة بضيف قطعة من الشابة علشان تمنع العفونة للمادة بتاعت لأنه ممكن أقعد 3-4 ساعات وأنا شغال باللون بتاعي دو فممكن اللون يغير من خلال الإيه؟ السمغ فبالتالي أنا بضيف قطعة من الشابة بطحانها أو بسيبها بتبدأ تدوب عشان تمنع الإيه؟ العفونة طيب يبقى أنا ضفت غراء سمغ واللون المنقوع اللي هو يشبه القشطة قوام القشطة بعد كده بضيف الشابة بعد كده بضيف مادة لتكسب اللون المرونة تكسب اللون المرونة؟ طب هوني هعمل ليه بالمرونة؟ آه أنا بدي بعد ما بلون السطح بجد لو اللون صلب جف يعني نشف ودني طبقة صلبة هتنكسر لو أنا خبطت عليها كده هتنكسر أما لأعمل إيه؟ أنا ما بضيف الجليسرين بيدي مرونة لطبقة اللون بتدي مرونة لطبقة اللون وبحاول بقدر الإمكان إن أنا ما أعمل اللون بتاعي ما يكونش لقوامه سميك أوي ولا مائي يعني خفيف يعني لا هو خفيف ولا هو ثقيل في قوام مناسب بحيث يسطر على الطبقة الزخارف اللي متنفزة على السطح يبقى احنا كده اتكلمنا على تمبرة إيه؟ أيوة تمبرة السمر طيب في تمبرة إيه تاني آآ تمبرة الغراء إزاي ما احنا عملنا في الغراء بالزبط إزاي ما احنا عملنا في السمر يا جماعة إن أنا برضو بنقع الغراء في حمام مائي لمدة يوم يبدأ الغراء يذوب وفي الغالب طبعا ما ينفعش إن أنا أجيب أي نوع من الغراء لا بنجيب الغراء الجيد وفي الغالب بيكون غراء الأرنب وبيكون يشبه هو بيباع على هائط رقائق تشبه الجيلاتين رؤية جدا وشفاف ببدأ أضعه في الماء فيبدأ يذوب بعدما بيذوب ببدأ حطه على حمام مائي عشان أتأكد من انصهاره بالكامل ويبقى عندي الغراء بتاعي منصهر وعندي العجينة اللونية اللي أنا مجهزها ليتشبه القشطة وببدأ أخلطهم مع بعض فين؟ أيوة في بلتة بتاعتنا كلام ده إمتى؟ أيوة قبل العمل مباشرة قبل العمل إيه؟ مباشرة يعني إيه قبل العمل؟ يعني قبل ما قوم بعملية التلوين الزخارف والرسمات طيب بعد كده طيب ما بنضيفش حاجة مانعة للعفونة؟ طبعا بنضيف إيه الشابة تضاف الشابة مع المكونات السابقة سواء كان الغراء أو عجينة اللون بتاعتي بضيف عليهم الشابة علشان أتأكد من منعها للعفونة طيب في إيه بعد كده؟ في تنبرة أخرى آه تنبرة البيض تنبرة البيض وزي ما أنا قلت في البداية قلنا إن فيه تنبرة سفار البيض وفيه تنبرة بياض البيض طب إيه الفرق؟ فيه فرقة طبعا تنبرة سفار البيض أجود وأحسن من تنبرة بياض البيض طيب تنبرة سفار البيض بعمل إيه؟ بجيب البيض وبفصل البياض عن السفار وبستخدم السفار بتاعي بيتم تقليبه كويس جدا وبعد كده بضع فيه كمية من الميا ومعه عجينة الإيه اللون فين؟ في البالتة وبقلبهم كويس جدا طيب وبعد كده هل بيضاف حاجة مانعة للعفونة؟ طبعا ممكن أضيف يا جماعة زيت القرنفل ممكن أضيف زيت الإيه؟ القرنفل طيب ممكن أضيف مادة تانية ممكن أضيف الخل ممكن أضيف إيه؟ الخل يبقى أنا عندي زيت القرنفل وعندي الخل طيب بالنسبة للجليسرين ممكن أضيفه؟ ممكن يضاف نسبة من الجليسرين الجليسرين بسيطة جدا عشان تكسب اللون إيه؟ المرونة زي ما احنا قلنا في البداية طيب بعد كده يبقى أنا عندي تنبرة سمج تنبرة الغراء تنبرة صفار البيض يليه تنبرة إيه؟ يليه تنبرة اللبن يليه تنبرة اللبن تنبرة اللبن يا جماعة زي ما احنا عارفين بنجيب اللبن منزوع الدسم اللي هو من غير إشطة بنجيب كمية في حدود ربعمية وسبعين جرام ربعمية وسبعين جرام من اللبن منزوع الدسم أو بدون قشطة مضاف إليه مئة ألف وخمسمائة جرام من الجير المطفق من الجير المطفق ألف وخمسمائة جرام من الجير المطفق مضاف عليهم ألف جرام زيت الجوز مضاف عليهم ألف جرام من زيت الجوز مضاف عليهم 300 جرام أبيض البريطة اللي هي القعدة البيضاء أو كربونات الكالسيوم وبيتم خلط هذه المستحلبات مع بعضها تمام؟ ويضاف للون ثاني يبقى أنا تمبر اللبن عبارة عن 470 جرام لبن بدون قشطة و 1500 جرام جير مطفق مضاف إليه 1000 جرام من زيت الجوز مضاف إليه 300 جرام من القاعدة البيضاء اللي هو أبيض البريطة بعد كده بنخلط المزيج ده كله مع بعضيه ويتم إضافة العجينة اللونية ليه طبعا في الباليتة والكلام ده قبل العمل مباشرة طيب يبقى احنا كده اتعرفنا على تمبر اللبن طيب فيه تمبرة أيوة الحنطة أو تمبرة دقيق الحنطة تمبرة دقيق الحنطة اللي هي تمبرة القمح يعني ممكن اختصرا نقول القمح لإن هي الحنطة اللي هو القمح طيب عبرة عن إيه بنجيب صفار البيض أو واحد جزء من صفار البيض الطازج مضاف إلي 30 جزء من زيد بذرة الكتان المستوي أو بنقول المحروق طيب بجانب إيه؟ بجانب 15 جزء من الدقيق اللي هو دقيق القمح المواد دي كلها بيتم خلطها مع بعضيها بيتم خلطها مع بعضيها تاني يبقى دقيق بنسبة 15 جزء 30% أو 30 جزء زيد بذرة الكتان المغلي أو المستوي مضاف عليه واحد جزء صفار البيض الطازج طبعا لازم يكون طازج بخلط المزيج دا كله مع بعضيه وابدأ أضيف له عاجينة إيه؟ اللون اللي هي على هيئة قوام تشبه قوام القشطة طيب يبقى احنا كده اتعرفنا على أنواع على أنواع الإيه؟ على أنواع ألوان التمرة وتعرفنا على كيفية تنفيذ الرسومات والزخارف بألوان التمرة على السطح طيب في جزئية عاوزني منوضحها لأعشان ما نيجي نتكلم فيه تطبيق الزخارف والرسومات على الجدران بالإفرسك الطازج أولا الأسطح اللي بيتم تلونها بألوان التمرة أو الزخارف اللي بيتم تلونها بألوان التمرة في الغالب يا جماعة بيكون السطح ناعم السطح إيه؟ ناعم بتكون الطبقة اللي أنا رسمت الزخارف عليها طبقة من المصيص وإحنا عارفين طبعا أن طبقة المصيص بتكون سهل امتصاص السوائل سهل في امتصاص إيه؟ السوائل طيب أما بالنسبة ليه؟ الإفرسك الإفرسك بيتم تطبيقه على طبقة خشنة يعني أنا بارس من الرسومات بتاعتي ولونها على سطح خشن على سطح إيه؟ خشن يبقى التمرة بيتم تطبيقها على سطح ناعم الألوان اللي بيتم تنفيذها على السطح بألوان الإفرسك أو بطبقة الإفرسك بيكون سطح خشن سطح إيه؟ خشن يعني أما نيجي نوضح أكتر نقول أن السطح اللي بتنفذ عليه ألوان التمرة المصيص والسطح اللي بتنفذ عليه الإفرسك ملاط اللي هو معروف بالمحارة اللي هو معروف بالإيه؟ بالمحارة طيب أما نيجي نتناول الإفرسك أو كيفية تنفيذ الرسومات والزخارف الجدارية بالإفرسك التازج؟ إيه هو الإفرسك دي؟ كلمة إفرسك يا جماعة بتعني طازج باللغة الإيطالية بتعني طازج باللغة الإيطالية طيب يبقى معناها أننا علشان أنفذ رسومات على السطح بطريقة الإفرسك لازم تكون طبقة الإفرسك طبقة طازجة يعني إيه طازجة؟ يعني حديثة يعني مش فاهم برضو يعني إيه حديثة برضو يعني بالعرب يا جماعة طبقة الملاط أو مكونات طبقة الملاط اللي أنا بنفذها لإجراء الإفرسك لابد أن تكون المكونات مدة صلاحيتها ما انتهتش يعني إيه مدة صلاحيتها؟ يا لأ مدة صلاحية طبعا إحنا المكونات بتاعتنا لازم تكون مكونات حديثة لازم تكون مكونات إيه؟ حديثة علشان ما تأثرش فيما بعد على الزخارف والرسومات اللي أنا هنفذها بألوان أو بطريقة الإفرسكو طيب فبيقول لي إيه بقى؟ أصل تسمية التصوير بالإفرسكو مأخوذة من اللغة الإيه؟ الإيطالية وتعني طازج حيث أن التصوير يرسم على الحائط عندما يكون بياضه طازجة يعني المحارة تكون طازجة ولم تجف ولم إيه؟ تجف طيب بيقول لي إيه؟ يعتبر الجير الوسيط في صناعة اللون في التصوير الجير ما نجي نتكلم دلوقتي على المكونات فيما بعد هنجد أن الجير هو مادة أساسية في تكوين اللون مادة أساسية في تكوين إيه؟ اللون وكذلك هو المادة الأساسية التي يحضر منها الملاط اللي هي المحارة آآ يعني إحنا عندنا كده الجير هو مادة أساسية في تحضير اللون وهو مادة أساسية في تحضير السطح اللي أنا هنفذ عليه التصوير بألوان بقى التصوير بالإفرسكو طيب كويس جداً طيب أما نيجي بقى نتكلم إزاي إحنا هنبدأ نتناول الجير ده هنتكلم عنه إزاي؟ بيقولي بدايةً طبعاً المواصفات المواصفات إيه؟ مواصفات الحيطة الجدار اللي أنا بعده علشان أشتغل عليه تصوير بالإفرسكو آآ بيقولي إيه؟ يجب أن يكون السطح خالي من إيه؟ من الرطوبة كلام إيه؟ واضح ومعروف لابد أن يكون السطح خالي من الأمراح والرطوبة طيب كويس جداً بعد كده أنا دلوقتي السطح خالي من الأمراح والرطوبة من السهل إن أنا أشتغل عليه طيب في حاجة تانية يا جماعة يبقى بنقول إبعاد الجدار عن مصادر الرطوبة والأمراح من الإيه؟ السطح يعني أنا دلوقتي ببدأ أشتغل على سطح خالي من الأمراح والرطوبة وطبعاً إحنا عارفين إن برضو في الإفرسكو بيتم تحضير المصاحيق اللونية ولابد إن إحنا تكون المصاحيق اللونية برضو بيتم تحضيرها بنفس الإسلوب الصابق بألوان الطنبرة تم سحقها كويس جداً وكذلك إعداد التصميم على السطح هيبقى الوحيد اللي باقي عندنا اللي هو كيفية إعداد المونة بتاعتنا وإعداد المونة بيتم إعدادها إما من الجير والرملة وبيتم إعداد الرملة ببساطة من خلال منخل ساعة واحد ونص بتتنخل وبعد كده يتم غسل الرملة كويس جداً وإزالة الشوائب منها ووضعها في مكان معرض لأشعة الشمس حتى تجف وكذلك بيتم إعداد الجير وإن شاء الله هنبدأ نتناول تصوير بألوان الإفرسكو بتوسع المرة القادمة إن شاء الله النهاردة يبقى احنا خدنا كيفية تطبيق الرسومات والزخارف بألوان الطنبرة وخدنا فكرة برضو عن تنفيذ التصوير بالإفرسك إلى هنا تنتهي حلقتنا على أمل اللقاء لأسبوع القادم إن شاء الله